كلام طيب كلام طيب لقاء تواصلي من أجل البوح والحك والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية في عمق الحياة النفسية والاجتماعية كلام طيب فضاء حر لكم مستمعين الكرام مع الدكتور طيب كريبان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حياكم الله وبياكم حديثنا الليلة عن موضوع السحر والشعوذة الذي للأسف ينتشر في هذه الأيام كلما حلت مناسبة عاشرة ويكون الكثير من الضحايا من الرجال والنساء والشباب والفتيات نريد أحبابنا الكرام أن نتبين حقيقة هذا الأمر السحر والشعوذة وكيف نتوقع منه كيف ربنا سبحانه وتعالى وضع لنا الكثير من التحصينات للحماية لأن هذه الفترة هي فترة ازدهار السحر والشعوذة في القرآن العظيم ربنا عز وجل يقول واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لغاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبيس ما شعروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون هذه الآيات البينات في كتاب الله عز وجل تعطينا صورة واضحة وشاملة عن تعلم علوم السحر والسعودة ومحاولة إيصال الأذى بالناس هذا أمر قديم قدم البشرية لهذا لما أكرمنا الله تعالى بالإسلام أعطانا التحصينات وأعطانا التعويدات وأعطانا كيف نحمي أنفسنا ونحمي أهلنا وأولادنا وأموالنا وكل ممتلكاتنا من شر هذه الشعودة وهذا السحر الذي يزدهر خلال عاشرة كلما جاء محرم الحرام وأوسكت عاشرة أن تحل إلا وازدهر المشتغلون بمثل هذه الأعمال الخبيثة السحر والمشعودون يستعينون بالكثير من الأشياء لكي يصلوا إلى أهدف أول هذه الأهدف كان هناك ما يسمى بسحر التماريض سحر التماريض هو أن الإنسان يصنع له عمل شيطاني فيشعر بأنه مريض دوما دوما يشكو عنده صداع في الدماغ عنده مغص في المعدة عنده ألم في المفاصل عنده كذا وكذا وهو في الأصل ما عنده أي مرض هو ليس بمريض هو عنده ما يسمى بيت مريض وكما هو أخطر منه هو سحر الجنون والحمق الإنسان كيكون عاقل وكيكون راشد وفي لحظة من اللحظات يتحول إلى إنسان مجنون وغير عاقل حتى إن أهله وأحبابه وذويه يحملونه إلى الأطباء وإلى الخبراء في علم النفس والخبراء في مجال الصحة ولكن يبقى دائما حالته معقدة للغاية يشعر بأنه مجنون وأحمق وفي الغالب تجده لا يحلق شعره ولا يغتسل ولا يستحم ويحب أن يمكت وحيدا في الضلام بعيدا عن الأصوات هناك كذلك أنواع أخرى من السحر خطيرة على المستوى الاجتماعي وهو تطليق الزوجة من زوجها نحن دوما نشكو بأن هناك نسبة الطلاق كثير في مجتمعاتنا ونرد الأسباب إلى أسباب نفسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو قانونية لكن هناك عامل الذي هو كبير وفعال هو من وراء أسباب تطليق الزوجات عن أزواجهم وهو عمل السحر والشعودة أيضا هناك من يسعى إلى ما يسمى بكساد التجارة إنسان يقيم مشروع مشروع تجاري وينفق الأموال ويقيم دراسات ويستعين بخبراء لكي يقوم بالاستثمار لكنه تجد عنده البوار والكساد في التجارة أو في الفلاحة من حوله يبيعون ويشكرون ويستثمرون وهو ينظر إليهم وكل سلعته بوار هناك الله يحفظنا ويحفظكم كذلك من أنواع السحر ما يسمى بالإفراغ من المحلات نحن نعلم بأن الإفراغ من المحل إما محل سكني أو محل تجاري يكون بحكم قضائي لما يقع النزاع بين المكتري والكاري ويذهبون عند القاضي وكل يدلي بحجته أنا ذاك يحكم القاضي بحكم قضائي لكن هناك بعض أصحاب السحر والشعودة يقومون بإفراغ المحل بدون أن تلجأ إلى القانون وإنما صاحبه يشعر بالاختناق ويتيه عن مكانه ويترك المكان لكن يبدو بأن من أخطر أنواع السحر المنتشر في مجتمعاتنا ما يسمى بسحر العنوصة سحر العنوصة نحن نتكلم دابا الآن بأن عدد الزيجات أو أنواع الزواج قليل بالمقارنة مع الطلاق كثير ودائما نرد الأسباب إلى أسباب اقتصادية واجتماعية ونفسية لكن هناك أيضا أسباب أخرى متعلقة بالسحر والشعودة فبعض هؤلاء المشتغلين بهذا المجال يسمعون سحر العنوصة للفتيات وتبقى الفتاة بغير زواج كثير من الفتيات ابنة العائلات أعطاهم الله جميع الصفات والمؤهلات جمال الصورة والأخلاق الكريمة والعائلة الطيبة وجميع صفات المرأة المطلوبة لكنها لا ترى أنها محجوبة لا أحد يرها وهذا ما يسمى بسحر العنوصة والعياذ بالله لكن السحر ربما من أخطره ما يسمى بالسحر الأسود هناك السحر الأبيض الذي يقام للمحبة والمودة ما بين الأزواج أو ما بين الراغبين في الزواج السحر المحبة يسمى السحر الأبيض الذي ليس فيه أذى وإنما فيه رغبة في الاجتماع الشمل وطبعا هو حرام أيضا لكن أخطره السحر الأسود الذي يفرق والذي يهدم يفرق ولا يجمع يهدم ولا يبني ويضر في الصحة وفي النفس وأخطر منه من السحر الأسود هناك السحر السفلي السحر السفلي هو أنه يصلط عليه خادم من الجن لأن الجن هناك العلويون وهناك السفليون العلويون هم صالحين صالحي الجن فيهم العبادة وفيهم طعا يصومون ويصلون ويزكون بل ويحجون ويعبدون الله حق عبادته ربما مثلنا أو أحسن منا لأن الله تعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لكن الجن السفلي هذا هو مدر هو يقوم بالتصدي للناس وإلحاق الأذى بهم ويتم تسحيره عن طريق استخدام التلاصم وعبارات تكتب على مكان معين بالدم والعياد بالله أو ربما تياب يحرق وينفخ في الهواء وهذا السحر إما أن يكون مدفون أو معلق في أرجل الطيور والحمام فيتيه وصاحبه أو يدفن في مقبرة منسية أو يلقى في أعالي البحار أو غير ذلك يصعب الوصول إليه هذا النوع من السحر خطير جدا وهو منتشر للأسف في مجتمعاتنا وينتشر كما ذكرنا في هذه المناسبة لم اقتراب عاشورة أما في عصرنا هذا هذه الأمور التي ذكرناها هي قديمة قدم البشر التاريخ البشري يشهد وكتب التاريخ مليئة وتدون وتوتق مثل هذه الأشياء حتى بين العائلة الكبيرة حتى بين رجال السياسة حتى بين نظام الحكم هو شيء منتشر إلا أنه في عصرنا هذا بسبب انتشار وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع التواصل الاجتماعي والأنترنت لاحظنا بأن هناك مواقع صارت كثيرة وتشتغل ما يسمى بالعلم الروحاني هؤلاء مجموعة من الدجالين والكذابين والمستغلين عندهم قدرة كبيرة على التأثير على العقول والنفوس ويروجون للعلم الروحاني ويقول بأن صاحبه إذا أراد أن يصل إلى هذه الدرجة عليه أن يدخل إلى كهف مقدس مظلم مدة سنة بكاملها ولا يعيش إلا على التمر وعلى الماء ولا يكلم أحد ولا يرى أحد ويقوم بتحضير الأرواح وما يسمى بالزوابع والتوابع ومجموعة التقوص ثم يصير هكذا إنسان روحاني عنده علم روحاني للأسف الكثير من الناس الذين عندهم مشاكل اجتماعية أو عندهم ظروف اقتصادية قاهرة يظنون بأنهم مسحورين ويظنون بأن هؤلاء سوف يقدمون لهم يد المساعدة وهنا تنتشر هذه الأعمال الشيطانية هؤلاء السحر والمشعودون إما أنهم يستعينون بأرواح الجن ويستخدمونها ويسخرونها لأهدفهم وإما يزعمون أنهم يتواصلون مع الكواكب والنجوم رأينا مجموعة كبيرة من المشعودين والمشعودات حتى في صفوف النساء لم تعود المرأة المشعودة كما كانت أيام زمان كتسمى الشوفة مرأة كبيرة مسنة وكتدير واحد لباس محتشم صارت المرأة العرافة اليوم عصرية كتبستها لباس عصري وتطلق شعرها وتقيم تزيين في وجهها وتنطق بطلاقة أمام الكاميرات عدسة الكاميرات الدولية والعالمية يعني أولت مضغن هؤلاء يتكلمون عن أنهم لهم اتصال وتواصل مع الكواكب ومع النجوم باعتبار أن النجوم والكواكب أنها مدبرة لشؤون هذا العالم وفي الأصل هي بقاء الدينة الصابئة التي كانت في عهد سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام لأن قومه كانوا يشتغلون بالتواصل مع الكواكب والنجوم لما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي إلى أن قال الله تعالى فلما رأى الشمس بازغا قال هذا ربي هذا أكبر كيف كان يعبدون الكواكب والنجوم وحقيقة أن هذا السحر هو في الأصل هو مجرد أوهام وتخيلات يعني الإنسان إذا استطاع أن يصل إلى عقلك البطني واستطاع أن يؤثر فيك وأنت كنت عندك استعداد للأوهام والتخيلات فإن السحر يؤثر فيك هكذا قال القرآن العظيم قال عن سحرة موسى عليه السلام فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى يخيل إليهم يعني أن معظم السحر والشعودة هو مجرد أوهام وتخيلات فإذا كان الإنسان ضعيف النفسية وضعيف التدين وقليل الإيمان بالله مباشرة يشعر بأنه مصاب بهذه الأشياء للأسف تحطمت العديد من العائلات وتفرقت الكثير من الأسر بسبب انتشار السحر والشعودة في مجتمعاتنا ورأينا الكثير من الناس يدخلون في حالة اكتئاب وفي حالة قلق وضجر والشعور بالفراغ والشعور بالخمول وأنهم يشعرون بأنهم يكرهون الناس أو الناس يكرهونهم ولا يخارطون الناس ولا يجالسونهم ومنهم من يشتكي بأنه تراوده كوابيس بالليل مخيفة يرى حيوانات مخيفة إما تعبين سوداء وإما قطة سوداء أو كلاب سوداء أو تمسيح أو غير ذلك أو صور لحيوانات مفترسة تطارده هذه الأشياء للأسف أبترت في المجتمع كثيرا ونحن نريد أيها الأحباب الكرام أن ننبه بأن هذه الأمور لن تضر أهل الإيمان ولا أهل اليقين إذا ما عرفوا حكم الشريعة الإسلامية والتوجيهات القرآنية والتوجيهات الربانية أولا نذكر بما قاله سيد البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في زمانه كان السحر موجود وكان يتعاطاه اليهود خصوصا اليهود معروفين عبر التاريخ أنهم خبارا في السحر كانوا مع سيدنا موسى عليه السلام وكان فرعون له سحرة وفي أهد النبي صلى الله عليه وسلم استهرت مجموعة من الأماكن بوجود سحر ومشعورين والجاهليون أيضا قبل الإسلام كانوا يتعاطون لهذه الحرف فقال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات اجتنبوا السبع الموبقات ذكر منها الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف فقد جعل السحر في الدرجة الثالثة بعد الشرك بالله وبعد قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق لأن الساحر إنما يقتل المسحور حينما يعطيه ما يسمى بيت مريض أو يعطيه الأوهام والخيالات ويجعله ضائعا في الحياة وجعل في الختام وقدف المحصنات الغافلات المؤمنات سبعات المبقات نحاول أن نتجنبهن ومنهم السحر والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن من أتى كائهم أو ساحر فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد لما إنسان يمشي عند المشعود أو عند الساحر ويقول له اقرأ لي الفنجان أو اقرأ لي الطالع أو قل لي أن نفعل كذا وكذا في حق فلان أو فلانة من ذهب عنده وصدقه بما يقول قال صلى الله عليه وسلم فقد كفر بما أنزل على محمد ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا السحر هو عنوان على ضعوة الإيمان وأهل الإيمان وأهل اليقين إن شاء الله تعالى يكونون في حماية وفي حفظ مكين بإذن الله أول شيء الإنسان عليه أن يكتر من التوكل على الله عز وجل كن متوكلا ارتبط بربك عز وجل ولا تخاف ولا تحزن لأن الله تعالى قال لنا ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتوكل على الله فهو حسبه فالإنسان المتوكل الله ربنا يحفظه من الآفات ويحفظه من الصعوبات ويحاق له المطالب ثم نوقن بأن الله تعالى هو حافظنا معنا يرى مكاننا ويسمع كلامنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا وهو خير حافظه فالله خير حافظه وهو أرحم الراحمين لكي يحفظنا الله علينا أن نحفظ دينه وشريعته كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لما أخبره النبي الكريم قال يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله يحفظك دائما كن مع الله ورب سوف يكون معك ولا تخاف ولا تحزن ولا تخشى أن نحافظ على صلاة الفجر مع الجماعة في المسجد فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم أخبرنا من صلى الصبح فهو في ذمة الله ومن كان في ذمة الله لم يكن للشيطان له عليه سبيل والإنسان إذا شعر بأنه مصاب عليه أن يداوم على قراءة سورة البقرة لأن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة وقال صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة البطلة يعني السحرة يعني السحرة ما يستطيع أنهم يؤذونك إذا كنت تقرأ البقرة في بيتك أو في محلك التجاري تكون محصا من كل جانب الإنسان إذا أوى إلى فراشه بالليل عليه أن يقرأ آية الكرسي لأن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأها إذا أوى إلى فراشه فإنه لا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح ولا يقربه شيطان أنذاك دائما قبل النوم نقرأ آية الكرسي ثم نقرأ الإخلاص والمعوذتين الإخلاص تسمى سورة التوحيد والصمدية قل هو الله أحد الله الصمد ربنا يحفظك ثم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاصق إلى أن قال من شر النفاتات في العقد النفاتات في العقد هم الذين ينفتون في العقدة لكي تصير عندك مشاكل وأوهام وتصير مضطرب وعندك اكتئاب من شر النفاتات في العقد نقرأها هي والناس من شر الوسواس الخناس كتسمى المعوذتين قبل النوم نقرأ آية الكرسي ونقرأ الإخلاص والمعوذتين طبعا والفاتحة الفاتحة هي الشافية والعافية والمباركة إنسان يشعر بأنه مصاب أنه يتصبح كل صباح بأكل سبع تمارات من تمر العجوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تصبح بسبع تمارات عجوة لم يضره ذلك اليوم سحر والعلماء قالوا جميع التمر كل فيه نفس الفائدة بإذن الله لكن تمر العجوة هو المخصوص بذاته كذلك نحرص على أننا نواضب على أذكار الصباح والمساء فالنبي الكريم قال لنا مثلا ما من عبد يقول في الصباح أو في المساء كل يوم وليل يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء أبدا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء نقول وفي الصباح وفي المساء تلامت مرات لا يضرك شيء أبدا ومن لم يعرف ماذا يقرأ إنسان كان أمي أو كان تقافته بسيطة خير ما نقول هو التهليل من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحم يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير نقولها إما عشر مرات وإما مئة مرة كانت لك عدل عشر رقاب وكتبت لك مئة حسناء ومحيت عنك مئة سيئاء وكانت لك حرزا من الشيطان يوم كذاك حتى تمسي دائما الإنسان يكتر من هذه الدكر العظيم التهليل لا إله إلا الله وعموما الإنسان من طرق البقاية والعلاج من السحر والشعودة أن الإنسان يواضب على الدعاء فإن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء هكذا قال رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم فالله حفظنا من السحر واحفظنا من الشعودة واحفظنا من جميع المخاطر اللهم احفظنا بإسمك العظيم الأعظم وبأسمائك الحسنى وصفاتك العلى احفظنا في أبداننا وفي ديننا واحفظنا في أهلنا وأولادنا وإخواننا وأحبابنا وأقاربنا وحفظ بلادنا وحفظ أمتنا وحفظ جميع المسلمين والمسلمات قولوا جميعا آمين 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 يا رب العالمين هم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عدنا إليكم مستمعي الأفاضل لنواصل هذا اللقاء المبارك يسعدنا أن نفتح خطوطنا كالعذا وهي رهنة إشارة الجميع أرقامنا 05-22-88-0060 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52 مرحبا بكل المكالمات نبدأها من إقليم جرسيف معنا السيوسف سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلام ورحمة الله عمي الحاج كدهي لباس أهلا بيك أمولي كدهي لسيدي لباس بخير آنيا الحمد لله أخويا جزاك الله الفخير عرفيني أنا دك يوسف من مدينة جرسيف لي مكفوف أي عقل سعليك أمولي أهلا بيك أهلا بيك أهلا كدهي لسيدي لباس كدهي لحاجة لباس عليها كل شي بي خير أخويا بارك الله وفيك السيدي أعمل حاجة الله جزاك بي خير بغيت واحد دعوة دي الخير واحد المحسنين والمحسنات رأوا شرأوا لي العداد العام وجبوه ليم ساكن طال دار بالمواد الغذائية دياله بالكسي واللي بنيتا وقنطلب الله على يجازهم الله الخير وقنطلب جاء المحسنين والمحسنات اللي في جميع الترب الوطني المغربي وخارج الوطن المغربي وعمل الحاجة رحنا زع ما سكرها اللهم والك الحمد لله على كل حال رحنا كنديره غير بالأجوبة ديالك والحمد لله اللهم والك الحمد على كل حال رأى زع ما سكر زع ما رأى مدرسة لنا حافظك الله همولي حافظك الله وعمل حاجة الله يرحم المولدين كنطلب واحد طالب واحد النيداء لهذه المحسنين وهذه المحسنات اللي كيخرجوا هاد هاد العشور ديال المال ديالهم الخاص يشوفوا لهذه الحالة ديال الناس المكفوفين ويدخلوا لك القناة دياله المكفوفين ويشوفوا السي يوسف من مدينة سكرسيف ورأى زع ماسك الحالة لا حولها ولا قوة إلا بالله العظيم رحنا ما قدرناه زع ماسك وكنشكور عمي الحاجة وكنشكور المرأة المغربية على كل حال اللي زع ماسك رأى عندي وحد المرأة صبرك الله ما نقولوش ما كنصخموش بها ولا رأى نعمة من الله الحمد لله وكنت طلب من الله يشفي سيدنا يا رب يا رب وكنشكور في جواد والمجموعة ديالنا والسي فؤاد والسي عبدالإله سي إيشام نعم نعم أخي يوسف الله يتقبل كنشكرك شكر جزيل فعلا خلال موسم عيد الأضحى المبارك الحمد لله كانت واحد الحركة ذي التضامن وذي التكافل وذي المساعدة شملت الكثير من المعوزين والكثير من الضعفاء وخصوصا ذوي الإحتياجات الخاصة هذه مناسبة كنبغي نشكر جميع أهل الإحسان وأهل الفضل وأهل الخير اللي شروا أكباش للعجزة للمرضى ولدوي الإحتياجات الخاصة مليك يعرفوا الإنسان محتاج رأي يسوقون له الكبش احتلبه بالدار وكيف قال سي يوسف يعني بالعطرية دياله بالخضرة دياله بالقوام دياله واحتبلك سيوى بجلابه الفقية وشي بارك أخرى تبقى يستعن بها هذه نعمة كبيرة وعطاء كبير وهذا الأمر السي يوسف ما الشي أوقع عندكم مغرب في جرسيف رأي في مختلف الأقاليم المغربية رأي الحمد لله المغرب ديالنا رأي في وضعية يعني مباركة يعني رغم الظروف الصعبة ورغم الغلاء دي الأسعار ورغم كده وكده نسمع الناس يقوموا بإلقاء مجيء الشكوى ولكن بالمقابل رأي هنا الصور المشرقة كنا الصور الطيبة ديالتضامن ديالتكافل ديالتعاون ديالتأذر فجزى الله خيرا جميع أهل الإحسان في الدنيا وفي الآخرة أسأل الله تعالى أن يخلف عليهم هذه الصدقات ديالهم بالعشرات وبالمئات وبالآلاف وبالملايين وأسأل الله تعالى يوم القيامة يلقوها على عتبات باب الجنة كجبال مكة وتهامة هنيئا لهم وجزمونه الفخير وفعلا أخي يوسف حنا الآن في عشراء وفي الشهر محرم الحرام هو موسم إخراج الزكاة فالإنسان يقلب في المحيط دياله على الضعفة على المساكين طبعا المكفوفين والناس اللي هما عندهم احتياجات خاصة هما أولى الناس بالعطاء لكن أيضا كلي الناس خورين ضعفة كتار الناس خورين ضعفة اللي هما عندهم البصار وعندهم الحركية مزيانة ولكن عندهم أمراض وعندهم إما نفسية أو بدنية وكلي مسكين عنده عدم القدرة على العمل وكلي تراكمت عليه الديون كلي عنده غير مشكلة الكرة وفاتورة الماء والكهرباء تؤرقه وكين وكين كنظل نهركيا من كنتلقى مكلمات مع مجموعة ديالناس من مختلف احتوى واحد الناس غالونية راكوا واقع لا نسيتين احنا كنتتكلم عن المكفوفين والاحتجاد الخاصة وحنا نسيتين كل الأخو يا ربي ما ننسيتين وحد احنا غير غير كنذكره على أكير هذه الإداعى المباركة وربه وغير تفكر كل واحد ويسوق له الخير إلى عتبة بابه اسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع ويحفظ الجميع ويبرك في الجميع اللهم أمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين ونواصل أحبابنا الكرام واللحظة نتحول إلى سيد سليمان معنا للأيمن السلام عليكم أستاذ وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته بنتي إيمان سكان عمي طيب كان شكرا بزياب لعب البرنامج اللي كانت سافده منه صار حزياب جزاك الله الفخير ابنتي داروا حد ميقاف مبينة نحن الطلاب هالسعر هو موجود حقيقيا أنه مغرب محب أوهام يعني هو مغرب تأثير نفسي كطرع الإنسان اللي كيصدق به يعني وعليكم السلام اللي كما قلت يقول تقول هو ما كانت بالي العلمي تحسن بأن هناك سحر وشعودة يعني وقلنا عفو الرد لكم وشكرا لكم نعم بنتي إيمان جزاك الله الفخير حافظك الله ورعاك هذا سؤال وجه وكنت مننا إن شاء الله جميع المدخلات تكون هكذا أسئلة وجهة نطرحها بشكل علمي ونحاول أننا نفصل فيها قضية السحر والشعودة هي قديمة قدم البشرية وهي انتشرت في كل الأزمنة وفي كل بقاء العالم وفي كل الأصور حتى في عصرنا هذا رأى في الكونغريس الأمريكي الآن رأى في البنتاجون الأمريكي رأى في الدول العظمى رأى عندهم عندهم يناقشون قضية السحر غير مؤخراً منهم من اتهم أن الرئيس الأمريكي الحالي أنه وقع عليه وحد المجموعة هذه الأعمال الشيطانية في هذه الانتخابات وقع عليه كذا وكذا يعني حتى العقلية الديمقراطية والعقلية العلمية رأى تؤمن والآية التي بدأنا فيها أول كلام عن سيدنا سليمان عليه السلام لما قال الله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر واتبعوا ماتت الشياطين على ملك سليمان هذه الآية نزلت في عهد سيدنا سليمان عليه السلام ليو كان نبي من أنبياء بني إسرائيل وكان ملك عظيم أعظم ملك مرة في التاريخ ولن يأتي ملك مثله أو يشقه في التاريخ لأنه يطلب من الله قل ربها بلي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي أعطى الله القدرة على تسخير الجن والعفريج والرياح وكان يتمقل في الطيران عنده بساط الريح السجادة التي كان يصلي عليها كانت بحل بساط الريح تنتقل به بسرعة الريح وينتقل من مكان إلى مكان فقالوا من أين له بهذه السلطة وهذه القوة فاتهمه البعض قالوا إنه يسخر الأرواح الخبيثة القوة دياله بتسخير الشياطين فاتهموه بالسحر وبقيت هذه التهمة لاصق بسيدنا سليمان وهو النبي من أنبياء بني إسرائيل وبقت مدة طويلة سنين وعقود إلى أن جاء الإسلام وجاء القرآن ورفع عنه لتهمة فقال ربنا عز وجل واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعني أن سليمان بريء ما كان عنده هو كرامة وعطاء من عند الله عز وجل وبإلنا أخطر ما يقوم به المشعودون ويتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه يعني أخطر ما يقومون به هو التفق ما بين الأزواج لأن أخطر شيء ممكن يوقع في المجتمع هو الطلق إذا وقع الطلق في المجتمع انهيار الأسرة وغد يدخل الرجل في الاكتئاب وغد يدخل المرأة في الضياء وغد يمشيوا الأولاد في عالم دي المجهول ونحن نعلم ذلك الصحابية قالت يا رسول الله قلت لي إن طلقني زوجي عندي معه أولاد إن ضممتهم إليه جاعوا ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا إن ضممت الأم لضمت لها أولادها جاعوا والأب لخذ الأولاد ضاعوا فهم كيقوموا بأدل أعمال لتفرق الأسرة العلماء عبر التاريخ منهم من قال بأن السحر حق ومنهم من قال لا غير أوهام ما يسمى بالاتجاه العقلاني هناك اتجاه الظاهري وهناك الاتجاه العقلاني لكي متل اتجاه العقلاني في العصر الحديث كان العلامة الشيخ الإمام محمد عبد رحمه الله تعالى لما كتب تفسيره المعروف تفسير الممار مع رشيد رضا وكان يقيم ندوات في القاهرة وكان يمشي إلى سوريا في العصر الحديث كان من أكثر العلماء المجددين الذين يرفعون لواء العقلانية وكان در ما يسمى بعقلانة المعجزات عقلانة المعجزات يعني نسبة تفقش معها قال بأن المعجزة هي غير معقلانة إذا عقلناها مبقت معجزة المعجزة هي الأمر الخارق للعادة المقرون بالتحدي وكلم طويل جدا سألخصه لك لأن هناك مكلمة تنتظر هو أن السحر حقيقته هو يشتغل على مستوى الخيال وعلى مستوى الأوهام فالسحر هو عمره ما غير يصل عندك الجسم المادي ويديلك جرح أو يديلك أذى في الجسم المادي هو كيمشي الجسم الروحاني وكي الترفيب الأوهام والخيالات والإنسان اللي عنده ضعف شخصية أو اللي هو غير محصن كيكون قابل لأن يتأذى وإذا تأذى وصليه رخطير جدا من أخطر أنواع البلاء وأخطره ما يسمى بسحر الأوهام إنسان يتوغم أنا كنعرف حالات عشتها مع واحد الناس مثل واحد الزوجة كتوغم بأن زوجها يخونها أي حركة أي سكون كنت تقول رهو عنده علاقة مع مرأتين أو مع سيدة أخريات عند السحر الأوهام شخص آخر كنعرفه رجلا بس عليه ميسور عنده السحر الأوهام كيتخيل بأن مرأته بغت قتله وهي أولادها بش ياخده التاريكة عنده أوهام وكي يدخل معهم في صراع تصور الشخص آخر كنعرفه عنده السحر الأوهام كيتخيل بأن أخوه بغت يخله مرأته هذه الخيانة مع المرأة دياله واخوه شقيقه يعني تصور بأن هذا الأنواع من السحر كيدخلوا الداخل للأسرة وكيفكوها من الداخل وكيفرقوا الشمل هو في الأصل هو غير أوهام وخيالات والإنسان إذا لم يكن محصا بالوضوء وبالذكر وبقوة العقيدة والإيمان را يتصاب را كنعرف ناس عندهم دكتوراه في الفلسفة وتصابوا بالسحر دكتوراه بالفلسفة أستاذ جامعي وأصاب بالسحر وعيش في واحد ضمك عيش في واحد العذاب أليم وخاوة قارل جميع المدارس العقلانية في الفكر الفلسفي ولكن هذا شيء ما يقدر عليه الإنسان إلا إذا كان محصا بالقرآن وبالذكر لهذا نحن نوصي لأحباب دينا دوما أنهم يتكون عندهم عقيدة مرتبطة بالله يكون حسن التوكل على الله احفظ الله يحفظك ونكون دايما المسلحين بقراءة الأذكار آيات الكرسي سورة الإخلاص المعودتين والأذكر اليومية رب الناس أذهب الباس بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء غد يكون محمي وأسأل الله تعالى أن يحمي الجميع ويحفظ الجميع ببرقة النبي الشفيع اللهم أمين يا ربي يا كريم معنا الخطة مكالمات كثيرة في الانتظار نحررها بسرعة نتحول من سيد سليمان إلى إقليم سلا معنا للا فاطمة للا فاطمة ربما انقطع الخط عنها غنمشيوا لأسفي مع أسي عبد الله وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته وكذلك الحبيب بخير لبس عليك نحمد الله تعالى نشكره وبرك الله في كم لي بارك الله فيك خياء جزاك الله وعليكم عنا خير حد سؤالة في قريبان هوش الإنسان إيلا تعدى ليش واحد ودعى ليه هوش عنده شي إتم لما عنده أياه لله يزيك بشر ودعى معنا رأى أن شي أمور ما شي كله الله يزيك بخير ودعى السكر عبارة الله يزيك عننا حسن الززاء اللهم أمين أخويا رأيك دعاودي لك وهذا أسبوع لفترة هذه الخصيصة ليا شوية الله يشافك أخويا الله يحفظك ودعى معنا الله يزيك بخير والله يزيك عننا استثامي جزاك الله الفخير أخويا حفظك الله ورعاك الله وأسعدك الله شكرا لك السي عبد الله أخي الفاضل هي الحياة الدنيا كما خلقها الله تعالى دائما فيها الخلافات وفيها الصراعات كلما وقع الاحتكاك بين بني البشر كيوقع الخلاف أربي سمها الدنيا الحياة الدنيا من الدنو لو كانت تساوي عند الله جناح بعضة ما سقى بها كافر شربة ماء ملك يوقع الخلاف أو الصراع بينك وبين إنسان آخر واش أنا خسن نعود نرد له الآذع أو أنني أصبر إذا قرأنا في الأديان السابقة مثلا دي المسيحي أشكي قل لنا دي المسيحي يقول لك من صفعك على خدك الأيمن فآدر له خدك الأيصر ومن جاءك يسرق غداءك فهديه عشاءك هديك تسمى الرحمة المطلقة اللي جات بها المسيحية مع سيدنا المسيح لأنها جاءت هي جاءت لترميم النزع المادية اللي كانت للدينة السابقة لها هي اليهودية كانت في اللوة اليهودية مع سيدنا موسى عليه السلام وكانت مفرطة في الأذى مفرطة في الأذى حتى إن الله تعالى قال لهم فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم فاقتلوا يعني كان في العنف الشديد الديانة اليهودية من يربي عز وجل نسخة اليهودية بسبب العنف وبسبب النزع المادية التي صارت تطبعها جاء بالمقابل بالمسيحية للتخفيف وجد في هذا الرحمة المطلقة ولكنها فيها الضعف أما الإسلام فقال لنا وحد معنى عظيم ورفيع لما يقع الخلاف بين البشر فقال لنا وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجروه على الله هنا ربي عز وجل قد يعطينا ما يسمى بالعادالة الاجتماعية بالتماثلية وجزاء سيئة سيئة مثلها يعني وحد الإنسان آدك إما بكلام نبي أو ضربك أو أخذ مالك لابد من المقاومة لابد من أنك تدافع عن نفسك لابد أن تنتز حقك الحق لا يعطى وإنما ينتزع هذا معنى قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها ولكنت يا ضاعف ربما قد تدعو عليه بالسوء وتدعو عليه بالهلاك لأنه آدك وطغى وتجبر واستكبر هذا المستوى الأول وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجروه على الله هذا مستوى رفيع هنا الله تعالى بغير تافع بنا إلى أعلى من اليهودية والمسيحية وكل أديان لأن الإسلام هو المنارة للأديان قل لنا أعلى مستوى فمن عفى وأصلح فأجروه على الله يعني انت حاول ما أمكن مع الناس أنك تعفو قل الله سامح لوجه الله أنا مشي ضعيف وأنا مشي خيف وأنا مشي متكاسل أنا قادر ولكن خوفا من الله واستحياء من الله فمن عفى وأصلح فأجروه على الله عفى معنى سامح وأصلح معنى مدد الخير يعني ذاك اللي آدك أنت كتتحسن إليه عفى وأصلح كتمدي ذاك الخير وتحسن إليه رغم أنه أسألك هذا المقام الرفيع داللي بغي يكون في أعلى مقام لهذا الصحابة رضي الله عنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال وجه أعظم سؤال قالوا لي يا رسول الله لك اطمع بغي يكون جاليسك في الجنة ويكون قاربا منك قال لنا أشخص يدير هذا سؤال وجه ودكي يعني إنسان إلى وسط هذا المقام فاز ورب الكعبة قالوا لي من هو أقرب منك مجلسا يوم القيامة فقال صلى الله عليه وسلم أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق الموطؤون أكناف الذين يألفون ويؤلفون فقالوا يا رسول الله أحاسنكم أخلاق عرفناها يألفون ويؤلفون عرفناها ولكن ما معنى الموطؤون أكناف ما معنىها فشرحها بقوله صلى الله عليه وسلم أن تصل من قطعك وأن تعفو عن من ظلمك وأن تحسن إلى من أساء إليك هذا أعلى مقام أعلى مقام هي أنك أن تصل من قطعك واحد الإنسان من العائلة ديالك من دمك والحماك ولد عمك ود خالك من دخالتك من دعمتك انسابك أصهارك قطعوا الرحم لأسباب بتافهة إما لتقسم التاريكة وإما للقيل والقال وكلام تافه وقطعوا الرحم أنت ما تقطع الرحم أنت تصل من قطعك فالواصل ليس من وصله إذا وصلت من وصلك أي فضل لديك الواصل أن تصل من قطعك ذك اللي قطع لك الرجل ودائما أساء إليك ونت تقول أنت ما تصل من قطعك أنا ربي أمرنا بالرحم وغنمشينا عنده هو قطعني ونا غنضق عليه الباب ونا غنزوق ونا غنحضر راسي وخاءنا اللي اللي وقع لي الأذى أن تصل من قطعك وأن تعفو عم من ظلمك إنسان سكن معك الجار ديالك أو زميلك في العمال أو أي إنسان كات معك مع ششارك أو شبيع شراء وآدك وظلمك ودر فيك سوء ونتاش غدير معه قال لك نا أن تعفو عم من ظلمك الله يسمح من لغا تطلق معاه مش هذك الساعة أنا غنمشي المحكمة ونرفع دعوة عند القاضي ونيابة العامة ونكتب في الصحفة وندير واحد فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي عقعك عباد الله أشو قعلي شو كده الإنسان المؤمن ما يوصل ل هذا المستوى المؤمن أن تعفو عم من ظلمك هو اضلمني وانا ما مش هنجل معاه الله يهديه الله يغفر لنا ولا صافي انتهى الأمر غنشغل بما يفيد أن تصل من قطعك وأن تعفو عم من ظلمك وأن تحسن إلى من أساء إليك الله هذا أعلى مقام أن تحسن إلى من أساء إليك دكلي أساء إليك إما أخذوا مالك وإما طعنوا في شرفك وإما قطعوا رحمك وإما آدوك في مصالحك رغم كل هذا أن تملك جوب نديك تحسن إليهم هما أساء هما واجهوك بالإساءة أنت تواجه بالإحسان لهذا قالوا في الحديث قال لك اتقي شر من أحسنت إليه بالمزيد من الإحسان إليه اتقي شر من أحسنت إليه بالمزيد من الإحسان إليه فالإنسان هو يرتقي من مقام إلى مقام إذا كان عنده إيمان قليل على قد الحال رأت وكي آدي آدوني كان آديهم ظلموني كان داعي لهم هذا إيمان ضعفة لكن من لك يصير عندك إيمان أهل الله قد قل الله يسامح وربراك يسمع وكيشوف ورهو ينتقم إذا كان شو أحد موليك ينتقم طلب الله السلام والعافية من الجميع فأخي عبد الله نصحة ذهبية أرمي حملك على الله هذوك الناس يقول الله يغفر لنا ولون في الدنيا والآخرة وأجري وعواضي على الله وإذا عوضك الله تعالى أدهشك إذا عوضك المولى أعطاك وأعطاك فأدهشك أسأل الله تعالى أن يهدي القلوب وأن ينزع من الصدور حض الشيطان وأن يملأها بمحبة الرحمن اللهم أمين يا أكرم الأكرمين ونواصل أحبابنا الكرام واللحظة نتحول إلى إقليم هوارة معنا السي سعيد السلام عليكم جرح وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم السلام عليكم من الله مرحبا مرحبا أهلا وسهلا بك أنا ذكري عند ذكري نعم مولي السي سعيد لكن ممكن تحول غير المقام ديالك بس نسمعكم زيان كي نقطع الخط جزاك الله ألف خير مع ديره السي سعيد نتمنى تعود تواصل معنا مرة تانية باش نستفدوا من المكالمة ديالك الله يحفظك مولاي ويرعاك ويبرك فيك ونتحول إلى إقليم آخر إلى إقليم تونات معنا للا بسمة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بنتي كل شيء بخير لأحوال طيبة بسمة أهلا بك بسمة ربما الشبكة هذه الأيام فيها مشكل بسبب هناك إصلاحة على الصعيد الوطني إصلاحات على الشبكة ديال الهاتف على الصعيد الوطني وتطوير الجيل الجديد وليدك يوقع بعد مرات يوقع ضعيفة أو تنقطع فمعدرة للأحباب الكرام للا بسمة نتمنى تكون يا بنتي بخير وتكون على أحسن حال وتتمنى تعود تجعلنا ونستفدو منك شكر الله لك وحفظك الله ورعاك نواصل أيها الأحباب الكرام وكلنا آدان صاغية لاستقبال مكالماتكم ما رأيكم أن نبقى مع فاصل قصير ونعود لمواصلة الحديث معكم لعل أخانا سعيد من هوارة أو للا بسمة من تونات يعودوا لاتصال بنا مرة تانية فأسأل الله تعالى أن يحفظكم ويرعاكم أجمعين إذن فاصل ثم نواصل ثم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا نواصل معكم أحبابنا الكرام هذا اللقاء المباشر واللحظة نتحول إلى إقليم ميدلت معنا السيم محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياك الله السيم محمد الله بل فيك ملي ولله الحمد حفظك الله ورعاك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يا ربي يا خويا يا ربي يا ذا الجبال والإكرام اللهم أمين أخويا اللهم أمين اللهم أمين أخويا براك الله فيك سدي محمد اللهم أمين شكرا 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 إن شاء الله نطلبوا من السادة المستمعين معنا جميعا من مختلف المدن المغربية اللي يتابعونا الآن في الشمال وفي الجنوب وفي الشرق وفي الوساط وفي الغرب وخارج أرض الوطن نطلبوا منهم جميعا أهل الله يرفع إيديهم جميعا للوحد دعوة الخير أخونا سدي محمد الله شفيه وشفي الإخوة ديالو شفاءا تاما من كل داء وسقم وأسأل الله أن يبارك لكم في الصحة والعافية وأسأل الله تعالى أن يرزقكم الباركة والتيسير والدعاء كلما كان جماعيا كان أقرب إلى الإجابة نطلبوا الله تعالى جميعا لمرض لشي حبيب أو شي قريب أو هو نفسه مريض اللهم رب الناس أذهب الباس إشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاءا لا يغادر السقم ولا يبقي ألم أسأل الله العظيم أن يشافي منا كل مريض وكل سقيم وكل عليل أرى الأمراض كثيرة في المجتمع كان لديه عند المرض العضوي كتل قهيئين دره الرأس دره القلب عنده السكري عنده التنسيون عنده المفاصل عنده البرودة عنده الأمراض سنطنط والعيادو بالله أمراض كثيرة عضوية وكان الله يسترنو يستركم لي عنده الأمراض العقلية كان لديه الجنون أو عنده حالة للأوهام مرض عقلي صعب جدا والعلاج لله صعب ثم هناك الأمراض النفسية اللي هي الأكثر انتشارا اللي هي الاكتئاب والقلق المستمر والخوف والفزع من أي شيء والعدم التقى في الناس كي يعد عنده مرض نفساني يعني ما كي تقحتها واحد هذا أمراض خطيرة جدا وأخطروها على العموم هي الأمراض الروحية هي مراتب المرض العضوي هو في المرتبة الأولى فوق منه كي المرض العقلي فوق منه كي المرض النفسي الأكثر انتشارا والأخطر منهم جميعا هو الأمراض الروحية ملكي مرض الإنسان في الروح دياله يعني صعيب أنه يستمتع بالحياة صعيب أنه يتدوق طعم الحياة يشعر دائما بأن نومه ليس كنوم الناس ويقضته ليست كيقضة الناس والعواشير والأعياد والمناسبات هو دائما كيشعر بالتيهان وكيشعر بالشرود الله يحفظنا جميعا وإياكم دائما أيها الأحبة الكرام كما أوصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالدعاء دائما ندعو الله تعالى أن يشافينا ويعافينا ويداوينا إلى ربي عز وجل لتولك بالعناية والرعاية أغناك أغناك عن الخلق لا يحويشك أنك تبقى تنتقل من مصحة إلى مصحة من مستشفى إلى مستشفى من خبير إلى خبير من معالج إلى معالج من راق إلى راق كتعود تيه كنار بعض الناس بسكن عشرين عام ثلاثين عام وهما في رحلة يبحثون عن من يعالجهم كيقلبوا على هذا من البركة هدي واحد شريفة عنده كذا هذا واحد إنسان عنده كذا هذا واحد طبيب جابوا واحد الخبرة جديدة من أوروبا هذا واحد طبيب عنده أقدمية كبيرة هذا واحد جديد عنده واحد تقنية معاصرة وكيبقى هذا راقي عنده الصورة دياله كتبين بأنه قادر على التحكم وكيبين في أنه غير قتائه مسكين أو كتب قتائها عشرين سنة خمسون عشرين عام ثلاثين سنة هو كيضور في حلقة مفرغة وباقي مريض ما تعالش وكان بالإمكان أنه يصح في ليلة وضحها وبماذا؟ حينما يتوكل على المولى سبحانه وتعالى يتوكل على الحي الذي لا يموت ويقول وإذا ماردت فهو يشفين وإذا ماردت فهو يشفين دائما توكل على الله واعلم بأن الله تعالى هو الخالق لهذا الجسد هو المبدع لهذا الجسم هو الذي وضع فينا عناصر الصحة وضع فينا عناصر المرض هو القادر أن يغيانا في عشي وضحها بل في أقل من جزء من ثانية سبحانه وتعالى أمره بين الكيف والنوم إذا قضى أمرا فإنما يكون له كن فيكون لهذا علينا أحبابنا الكرام نكتر دوما من الدعاء يا ربي إننا ضعفاء وإننا فقرى وآنت ربنا وأنت خالقنا وأنت رازقنا وأنت القاهر فوق عبادك يا ربنا لا تحفاجنا إلى غيرك اللهم وإلى غيرك لا تكن أنت finalmente أنت طبيبنا وأنت معالجنا وأنت ربنا وخالقنا دي ما يتكلم مع الله تعالى بها الطريقة وخاطبه وانت قلس في المكتب وانت قلس في المتجر وانت قلس في بيت النوم وانت غالف سيارة وانت بوحدك في الخلاق ديما ناجي ربك يا رب انك تسمعني وترى مكاني ولا يخفى عليك شيء من حالي يا رب لك عارف مبيا ورزقني كذا واصرف عني كذا وقد قل هذا الدعاء وخاطب ربك اشعر بالحلاوة للمناجات اشعر بان الله معك تناجيه وهو ينظر اليك ويبتسم لكن بعد اهد الله صار عنده الشعور ان الله معه دوما ينظر اليه وهو يبتسم كتلقى فرحان كتلقى بانه وصله الى انه قل لك استشعر بان الله تعالى معه ينظر اليه وهو يبتسم جل علا الفرحة يعني النور كله معك متى يصل الانسان الى هالدرجة لما كيكون دائما يناجي ربه يا ربي اني مريض فاشفني يا ربي اني سقيم فقويني يا ربي اني فقير فاغنني يا ربي انني مغلوب فانتصر يا ربي خد بيدي وقد قد تكلم مع الله تعالى حتى يتجلى لك كتسمى التجليات واذا تجلى عليك المولى عز وجل لا ربيحت ورب الكعبة فاسأل الله العظيم ان يشافي جميع عباده المؤمنين وان يبرك في الصحة والعافية وان يبرك في النفوس انه سميع قريب مجيب احبابنا في الله نحن هذه الايام هي ايام عظيمة عند المولى هي شهر محرم الحرام وفيه مناسبة عاشوراء لغا نتكلم عليها ان شاء الله قريبا عاشوراء هو العاشر من محرم الحرام واللي فيه الصيام صيام يوم العاشر ان شاء الله تعالى من الان نستعيد ان نصم يوم عاشوراء بإذن الله ونقدرنا نصم تاسوعاء وعاشوراء نصمهم جنجهم تاسوعاء وعاشوراء هذا موسم عظيم ان شاء الله نتكلم عليه وغدا الجمعة صباحا في برنامج الدين والحياة سنتكلم على هذا الموضوع بإذن الله ثم سنتكلم على مواضيع اخرى مرتبطة بعاشوراء احداث سياسية اترت في الفكر الاسلامي واترت في المنظومة للعالم الاسلامي مقتل سيدنا الحسين عليه السلام وبدأ التشيجع وبالتالي صارت الامة فيها فرقتين فرقة الشيعة وفرقة السنة رغم ان السنة الان يشكلون اكثر من 90% والشيعة اقل من 10% ولكن اترى على السياسة الدولية ما نراه الان من احداث في الشرق الاوسط ونراه الان من نزاعات والمسلمين واقفين هذا سببه هذه من الاسباب دي الفطور دي الامة الاسلامية وعدم قوتها ان شاء الله تعالى هذه الايام نتكلم على هذا المواضيع الراهنية المرتبطة بالمناسبة دي المحرم الحرام وطبعا كين مناسبة دي 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 زكاة الاموال كين يكون ديمة في محرم كل مناسبة كين موسم الحج وحدو كين موسم رمضان كل مناسبة ومحرم مرتبطون بزكاة الاموال ولها دور في الاقتصاد انعاش الاقتصاد ومحاربة الفقر والهشاشة مواضيع كثيرة تنتظرون نربط بين الدين والدنيا نربط بين القرآن الكريم والسنة النبي المطهرة وبين واقعنا المعيش ونحرص على اننا نقترب من الله تعالى ونرتقي في شؤون حياتنا وندعو الله تعالى التفويق لجميع نواصل احبابنا ونستقبل المزيد من المكالمات اللحظة نتحول الى اقليم تتوان معنا السيل حسين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته الع RESULT الله يحفظك سيد الحسين الله يبرك فيك مولا Portuguese بارك الله وفيك الله حفظك أخا يباقب منك أخويا شي دعوات الخير على على الأمراض لا eso شي دعوات الخير الله يرحم لك الولدي الله 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 يشافيك وعفك الله يشافيك وعفك أخي سيد الحسين لطلب الله تعالى مناشت تعاني السيد الحسين تقدر تحكي لنا أهم الأعراض اللي يوقع لك في الجسم ديالك الشي اللي قدرت إليك من 11 سنة لا إله إلا الله الله يشافيك أخويا الله يشافيك ويعافيك رب ما يكون عندك بس أخويا الله يشافيك ويعافيك وفعلا أن هذا شيء كثير في المجتمع ما شغلت وحدك أخويا عداد ديالناس يعانيوا من الأمور يذكرناها لأنك يمكن لأذى ديالبعض الناس تلبوا الله الرحمة والمغفرة ولهم أجمعين وهذه مناسبة للأحباب الكرام جميعا أننا نحرص على أننا نجل واحد رقية جماعية رقية شرعية من السنة النبوية الشريفة ومن كتاب الله عز وجل لأخينا الحسين ولكل المرضى واحد العداد ديالناس اللي هم الآن مرضى واللي هم يعانيوا من الآذاء نحن إن شاء الله نستغل ما تبقى لنا من عمر البرنامج ونحاولوا ما أمكن إن ديالوا واحدة رقية شرعية اللي كان في الميود دياله الآن ممكن أنكم تاخدوا واحد الإناء ديال الماء الأحباب الكرام اللي معنا اللي عنده شيء إناء ديال الماء بوديزة ولا قرعة ديال الماء ولا سيستيال ولا اللي كان يدير فيه الماء لأن العلاج بالماء والقرآن لماذا الماء؟ لأن ربنا عز وجل قالنا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ ما قال له أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب هذا مغتسل بارد وشراب فكان السيدنا أيوب يركض برجله فنبع ماء مبارك شرب منه واغتسل به وشافه الله من الأمراض التي دامت سبعتاشر سنة سيدنا أيوب عنده مرض وحد مرض شديد يسمى صبر أيوب فكان طلب من السادة المستمعين اللي عنده شيء مرض نفسي أو روحي أو عضوي احنا كنا عندنا المرض وكان طلب الله تعالى وشفنا وهذا المرض رفي نعمة ركي يغفر بالله دنوب إذا أحب الله عبدا ابتله فإذا صبر اشتبه ولا يزال البلاء ينزل بالعبد حتى يلقى الله وما عليه ذنه وما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا كرب حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله من خطايا يعني هذه الأمراض وهذه الابتلاءات را مشي عابتية ربي ما كي أعطاش لأين كان را كي جعلها مغفرة للدنوب وكي جعلها كفارة للأتام وكي جعل فالباركة والتيسير فكل واحد بغى إن شاء الله يستفدن هذه الرقياء أنه يدير واحد لإناء دي الماء ولا كاس دي الماء ولا قرعة دي الماء ولا غري يزيده معنا يدعي معنا جميعا أربع الزوجة له والشافي واللي كان مريض يوضع الدوء على المكان دي الأدى إلا كان در الصدر دي له دي من صدره من قفض الصدر دي له دي من ضيق يوضع الده اليمنى على مكان صدره إلا عنده الأدى في البطن دي ما عنده الأمعاء ودي ما يوضع الده على الأمعاء إلا كان عنده ركابي خاويين أو متألمين نوضع إدي اليوم على الركابي ديالي إلا كان عنده الشقيقة في الراس أو نوضع إدي على المكان ديال الراس أو في الجبهة أو في أي مكان اللي عندك فيه الأذى في البصار ديالك في السمع ديالك في القلب ديالك في أي عضو نحن نستعين بالله ونستعين بقدر الله وبهدو الله جميعا أيها الأحباب الكرام أول ما نبدأ به أننا نستغفر كيف نبدأ بالاستغفار أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الدنوب إلا أنت ثم نستعيد من الله من أنفسنا نقول اللهم إني أستعيد بك من شرور نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم نقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من غمزه ونفخه ونفته بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فيه شفاء للناس فيه شفاء للناس ويشف صدور قوم مؤمنين وإذا مردت فهو يشفين وإذا مردت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله دشان بسم الله عظيم البرهان بسم الله شديد السلطان ما شاء الله كان نعود بالله من الشيطان بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله نعود بعزة الله وقدرته من شر ما نجد ونحاذر بسم الله نعود بعزة الله وقدرته من شر ما نجد ونحاذر بسم الله نعود بعزة الله وقدرته من شر ما نجد ونحاذر اللهم دوانا بدوائك اللهم داونا بدوائك اللهم اشفنا بشفائك اللهم اغننا بفضلك عمن سواك بسم الله نرقي أنفسنا من كل شيء يؤذينا من شر كل نفس أو عين حاسد أو سحر ساحر الله يشفينا اللهم رب الناس أذهب الباس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا بسم الله أصبحنا وبسم الله أمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام وبسلطان الله المنيع نحتجب وبأسمائه الحسنى كلها عائدين ومن شر إبليس وجنوده ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر كل معلن ومسر ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر كل دابة أن تآخذ بناصيتها إن ربي على سراط مستقيم نعود بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ نعود بما استعاد به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى نعود بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن شر إبليس وجنوده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون نعود بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم نعود بكلمات الله التامة من كل شيطان وذامة ومن كل عين لامة نعود بكلمات الله التامة من كل شيطان وذامة ومن كل عين لامة تحصنا بالله تحصنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء واعتصمنا بربنا ورب كل شيء وتوكلنا على الحي الذي لا يموت واستدفعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الرب من العباد حسبنا الخالق من المخلوقين حسبنا الرازق من المرزوقين حسبنا الله هو حسبنا حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم اللهم ياد السلطان العظيم والمن القديم ياد الوجه الكريم يا ولي الكلمات التامات والدعاوات المستجابات عفنا وعاف المسلمين أجمعين اللهم عافنا وعاف المسلمين أجمعين اللهم شافنا وشاف المسلمين أجمعين نعود بك يا ربنا من جهد البلاء ودرق الشقاء وسوء الخضاء وشماتة الأعداء اللهم رحمتك نرجو فلا تكنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت يا ربنا أنت القوي وليس أحد أقوى منك وأنت الرحيم وليس أحد أرحم منك رحمت يعقوب فارددت عليه بصرة ورحمت يوسف فنجيته من الجب ورحمت أيوب فكشفت عنه البلاء اللهم إنك رحمت عبادا لا يعدون ولا يحصون وأمرتنا بالدعاء وتكفلت لنا بالإجابة يا حنان يا منان إنا عبادك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في أحد كتبك أو استأترت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا يا رب العالمين استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اللهم إنا عبادا لك قد أصابهم المرض اللهم شافهم وعافهم لا تجعل للشياطين في أجسادنا قرارا لا تجعل للشياطين في أجسادنا قرارا اللهم أخرجهم من العيون وأخرجهم من الصدور وأخرجهم من الرؤوس وأخرجهم من البطون وأخرجهم من الضهور وأخرجهم من الأياد وأخرجهم من العظام وأخرجهم من الأرجل وأخرجهم من الأعصاب وأخرجهم من العروق اللهم أخرجهم من العروق اللهم أخرج من العروق قال اخرج منها مدؤوما مدعورا قال اخرج منها مدؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين يا مغيت أغتنا اللهم شافنا وعافنا أجمعين يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا نازم الأحزاب اللهم كل من أراد بنا الأذى من الإنس والجن اللهم أبعدهم عنا وهزمهم يا كريم سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعود بك من شرورهم يا رب العالمين إنا نسألك بأننا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد إشفنا وعافنا وداونا اللهم اشفنا وعافنا وداونا اللهم اكفنا من ظلمنا بما شئت وكيف ما شئت ما شاء الله كام وما لم يكن وكل شيء عنده بمقدار فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت عليك توكنا وأنت رب العرش العظيم اللهم إنا علمك أحاط بكل شيء وأحصى كل شيء عدد اللهم إنا نعود بك من شر كل جبار عنيد ومن شر كل شيطان مريد يا ذا الجلال والإكرام يا من قلت وقولك الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان تليستجيبوا لي واليوم نوبي لعلهم يرشدون يا من قلت وقولك الحق وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين يا من قلت وقولك الحق أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإلاظ مع الله أإلاظ مع الله قليلا ما تذكرون اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إشفنا يا ربنا وعافنا ببركة الصلاة على مولانا رسول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوتل الرواح وغدائها اللهم صل على محمد بن عبد الله القائم بحق الله ما ضاق أمر إلا فرجه الله ما ضاق أمر إلا فرجه الله ما ضاق أمر إلا فرجه الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين